ينمو هذا النبات في الحقول كحاشيشة ويمكنه خفض غلة القمح والشاعير بشكل كبير وسندكر بعد قليل بعض الطرق المجربة لإزالة هذه الحاشيش أو على الأقل الخفض من إنتاجه السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وإنما تواجدتم أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة اضغطوا على أعجبني كتسجيع لنا لنشر المزيد وحرقوا الجرس ليس لكم كل جديد واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل فضلا منكم وليس أمره وأما عن كيفية التخلص من هذا النبات فإليكم بعض الطرق لعلها تكون ناجعة في حل الأمر أفضل وقت لإزالة الحاشيش هو قبل إزهارها وإتمارها وإلا فقد يكون من الصعب للغاية السيطرة عليها يمكن أن تنتشر بودورها بسرعة كبيرة بعد أن تزهر وتثمر وبالتالي يجب إزالة الأعشاب الضارة كثيرا ويجب اتخاذ الاحتياطات مسبقا في العام التالي أولا التغطية أثناء مرحلة البودور يمكن أن يؤدي تغطية الترباق بنشارة الخشب أو القش أو المهاد الأسود إلى تطبيط إنباث البودور ونمو الشتلات بشكل فعال غالبا ما تستخدم هذه الطريقة في الشتاء أو الربيع لمنع البودور من التربة من الإنبات إذا كانت الحشائش قد أزهرت بالفعل ونتجت تمارها فيمكن أيضا استخدام هذه الطريقة لمنع المزيد من البودور من السقوط في التربة ثانيا الإنسحاب ارتدي قفازات أو استخدم أدوات لإزالة الأعشاب الضارة قبل إتلافها إذا كانت التربة جافة جدا فقم بسقي التربة جيدا لجعلها أكثر ليونق مما قد يساعد في إزالة أندمة جدر الأعشاب الضارة بعد ذلك يمكن استخدام الحراتة العميقة لإزالة أجزاء الجدور للأعشاب المتروقة في الأراضي تعمل هذه الطريقة بشكل جيد مع الحشائش منخافدة النمو أو التي في مراحل نموها ثالثا القص يمكن أن يؤدي قص الحشائش قبل إتلافها إلى التحكم بفاعلية في انتشارها خاصة بالنسبة للأعشاب الضارة السنوية يمكن أن يؤدي القص المتكرر إلى إعاقات نموها وتطبيطها وبالتالي يمكن إزالتها بشكل فعال خلال العام رابعا الحرث تأكد من حرث وإزالة جميع جدور العشاب المعمرة قبل الزراعة بمتوسط 16 زراعة عميقة يمكن مكافحة الحشائش بشكل فعال بعد موسمين يجب التخلص من الجدور أو تعريضها للشمس لفترة طويلة أو دفنها بعمق يمكنك أيضا استخدام الجدور لصنع سماد عضوي وتسميد الحشائش خامسا خلال مرحضات الشتلات يمكن إزالتها بشكل فعال عن طريق مبيدات الأعشاب دع مبيدات الأعشاب بكتافة على النبات وتذكر إعادة وضعه في كل مرة عندما يصل طوله إلى 12 بوصة يمكن أيضا القداء عليه خلال موسمين بشرط أن يتم قطع جميع برائمه الهوائية بشكل كامل ومستمر خلال فترة 12 يوما من ظهوره سادسا يمكن أيضا استخدام الماء المغلي للتخلص من الحشائش إذا لم يكن هناك نبات آخر ينمو على بعد 2 إلى 3 أقدام منه يمكن أن يؤدي سكب الماء المغلي على النبات بالإضافة إلى حوالي 2 إلى 3 أقدام أبعد من مكان نموه إلى قتله بشكل فعال سابعا يمكن أن تعيق النباتات المنافسة نموها يمكن أن يمنع القرع أو البطيخ أو النباتات الأخرى ذات القروم الشائكة توق نمو هذا النبات ملاحظة عند إزالة الأعشاب الضارة خاصة تلك السامة والشائكة والتي تحتوي على عصارة مسببة للحساسية تأكد من ارتداء القفازات وتجنب الاتصال المباشر بها عند إزالة الأعشاب الضارة خلال فترة ازدهارها تأكد من ارتداء أقنعة خاصة لمنع حساسية حبوب اللقاح هذا النبات يسمى بشويع ردخماق موطنه البحر الأبيض المتوسط ولكن تم تقديمه إلى معظم أنحاء العالم إنها تعمل بشكل أفضل في المناطق ذات المناخ المتوسطي مثل كاليفورنيا وأجزاء من جنوب أستراليا وهو ينمو في الربيع والشتاء وينضج في فصل الصيف يبلغ ارتفاع النبات البالغ من متر إلى ثلاثة أقدام مع أوراق خاشنة وشعرياق بعرض حوالي سنتيمتر أما اللسقة الغشائية بارزة بيضاء مع شعر شائك الإيماء السنية العريضة تشفيه إيماء نبات الشوفان وفي تحمل الشابكة كبيرة مفلطة حادات مضلة طويلة جدا والتي يمكن أن يتجاوز طولها خمسة سنتيمترات تخرج البودور بسهولة من السنيبيلات إنها حادة جدا وخاشنة جدا بسبب الشعر الصغير الشابه بالشعر الذي يتجه للخلف مما يسمح للبودور بالتقاط والتثبيت مثل خطاف السمك هذه الخاصية تجعل البودور تشكل خطرا على الحيوانات والتي يمكن بسهولة أن تتوضع البودور في مخلب أو عين يمكن للحركة أن تجعل البدرق تعمل بشكل أعمق في الجسد هذا هو أحد أنواع العشب المعروف لأصحاب الحيوانات الأليفة باسم ذيل التلب وهو خاطر في الفناء الخلفي للقطط وللكلاب في الهواء الطلق وهذا النبات هو عشب مزعج في محاصل الحبوب والمراعي في الطبيعة تساعد دورة حياة بكتيريا النمو في حقول القمح التي يمكن أن تنمو فيها معدم الموسم دون أن يلاحظها أحد بمجرد أن يبدأ العشب في الإزهار يظهر رأس بدرة السنابل المفتوحة الإصابة الضرر الذي يلحق بمحصول القمح ناتج عن المنافسة القويق وخفض الغلق وتلوث البدور وخفض الجودة ويعتبر من النباتات المزعجة في المراعي والعشب ذو قيمة غدائية منخفضة للماشية يمكن أيضا خلط بدور البروم مع صف الأغنام وتقليل قيمتها وعلاوة على ذلك يمكن أن تختارق الميذلات الحادة للبدور الناديجة جلد الغنم في اللحم مسببة الألم وتقليل قيمة الذبيحة في حالة تناولها يمكن أن تتسبب الميذلات القوية في إصابة فم الغنم وحتى الأمعاء وللإشارة هذا النبات عشبي سنوية تواجد على طول الطرق والأراضي الخالية والأراضي البور والحقول المزروعة توجد في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأدنق وقد تم التجنيسها في جنوب إفريقيا وأمريكا الشمالية وأستراليا إنه عشب من محاصل الحبوب تم الإبلاغ عن مقاومة تجمعاته لثلاثة فئات من البوبيدات العشاب في أستراليا وأما بعد الأسماء المشتركة الدولية فبالإنجليزية يقال له عملاق بروم برومي جراس كبيرة أما بالإسبانيا برومو وبالفرنسوية غارة بروم وبالبرتغالية إيبيجاو وبالألمانيا ديانتروس تريسيبي وأما بالإيطاليا فهو يسمى برودي أو بروموس ديانتروس وقبل الختام أريد أن أسألكم هل توجد هذه النبتة في بلدتكم وما تسمونا بلهجتكم والسلام عليكم ورحمة الله